بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج نظمت الأجهزة الأمنية في محافظة رمالة والبيرة فعالية انطلقت من أمام مسجد جمال عبد الناصر وصولا إلى وسط المدينة حيث عملت تواقم الأجهزة الأمنية على توزيع التمور والحلوى على المصلين والمارة في المدينة هذا نشاط للأجهزة الأمنية قاطب جميع أبناء المؤسسة الأمنية في لجنة العلاقات العامة للمؤسستين الأمنية والمدنية وبالجهد من عطوفة الدكتورة ليلة غنام محافظة رمالة والبيرة تم توزيع بعض التمور بمناسبة الإسراء والمعراج المناسبة العظيمة اللي إلها صدى كبير في الأمن الإسلامية وأكد الحضور على أهمية إحياء هذه الذكرى خاصة في مدينة القدس التي يهدف الاحتلال إلى تهويدها وتهجير أبنائها اليوم أذرع المؤسس الأمني بتتقدم لشعبنا الفلسطيني بشكل خاص وللأم الإسلامية بشكل عام بحر التهاني والتبركات بمناسبة يوم الإسراء والمعراج وأملين إن شاء الله أن تعاد هذه الذكرى وهذا اليوم باليمن والبركات وأسرانا ومصرانا محرر بإذن الله إحنا بالمؤسس الأمنية والمدنية في محافظة رمالله والبيري كنا بلفت كريم وهذا قل واجب أن أديه اتجاه المواطنين ومشاركتهم هذه الذكرى المجيدة والذكرى العظيمة مصر الرسول محمد وخصوصا أنه إحنا في فلسطين بلد السلام وبلد المصرى أسرى الرسول من مكة المكرمة إلى القدس الشريف وعرجة إلى السماء وتأتي ذكرى إسراء النبي ومعراجه من المسجد الأقصى المبارك وشعبنا في المدينة المقدسة يدافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين ويسطر أروع الأمثلة في التضحية والفداء دفاعا عن مقدساتنا سامي البرغوثي تلفزيون فلسطين